بتسارع غير مسبوق ارتفع صرف الريال اليمني مقابل العمولات الاجنبية بنسبة تجاوزت 70% خلال وقت قياسي ارتفاع سعر العملة المحلية رافقه حالة تفاؤل مشوب بالاستغراب والقلق من قبل المواطنين لكن التفاؤل الذي بدى في انخفاض سعر صرف العمولات الاجنبية لم ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية خصوصا تلك التي تتصل بحياة المواطنين المعيشية كالأرز والدقيق والسكر والزيت ونحوها من الضروريات اليومية كمواطن يمني لم يلاحظ هذا شيء ملموس بالأسعار المواد الغذائية بالاكس أغلب المواد الغذائية سعرها على ما هو ثابت برغم هبوط الأسعار ومن قبل حين لطلوا على الأسعار العمولات رفعوا أغلب التقار الأسعار ولما هبط الآن ما يمكن دور الرقابة بشي موجود لتنزل تسعيرها ثابتة مقابل العمولة مؤخرا شهدت بعض المحافظات نزول لجان حكومية للرقابة المباشرة على الأسواق والمحال التجارية خصوصا في المحافظات المحررة ابتداء بالعاصمة المؤقتة عدن ومارب والجوف إضافة إلى جهود يقوم بها بعض محافظي المحافظات لضبط الاختلالات في الأسعار ومواجهة التجار المخالفين لكن التحدي القائم في كيفية ضمان عدم انهيار العملة والإجراءات التي يفترض على الحكومة اتخاذها لتثبيت سعر الصرف حتى لا يكون في مهب المضاربات وبالتالي يؤثر على ثقة الناس في جدية الحكومة وقدرتها على السيطرة فعلا على سوق الصرافة والوضع الاقتصادي برمته وأن الموضوع لم يكن مجرد حركة سياسية تلعب بمشاعر المواطنين